عقب حلقة الأمس على طول كان الاتحاد الدولي نشر على موقعه الرسمي القواعد المتعلقة بلوايح ونظام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين خمسة وعشرين وإحنا قبلها باربعة وعشرين ساعة وتحديدا في حلقة يوم الاتنين اللي فات يعني بالزبط من تمانية واربعين ساعة طرعنا وانفرضنا بقواعد القرعة وشكل وترتيب المجموعات وقلنا ساعتها الترتيب ماشي ازاي في المجموعة المجموعة الأولى بتواجه التانية التالتة بتواجه الرابعة ماتشاط الكوارتر فاينال دول الستاشر السيمي فاينال مبارا رقم كذا بتلعب مبارا رقم كذا الفرقة اللي هتسجل لعبيها بالعدد كذا قلنا كل حاجة في حلقة يوم الاتنين عشان بعدها باربعة وعشرين ساعة بالأمس التلات الاتحاد الدولي ينشر على موقعه الرسمي كل التفاصيل اللي احنا انفرضنا بيها بخصوص قواعد مونديال الاندية عشرين خمسة وعشرين تعالوا اسمع ونشوف انا قلت ايه في حلقة يوم الاتنين لان بعدها باربعة وعشرين ساعة الفيفا ناشر رسمي كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها ونرجع لنلسة عندي تفاصيل جديدة الفيفا اتخذها بشكل رسمي كقرارات في الساعات الماضية وهتعلن بس ام تبقى الله اعلم ممكن تعلن بعد ما خلص الحلقة ممكن تعلن الاسبوع اللي جاي ولكن دايما احنا هنا معوضينكم في برنامج التريند على شاشة الاهلي لازم يكون عندنا كل الجديد وكل المستجدات خدمة فايف ستارز لجماهير النادي الاهلي نتابع على نهاردة بنكشف ولا اول مرة عن قواعد الفيفا في قرعة مونديال الاندية وعايز ا اكد لحضراتكم ان الاتحاد الدولي فيفا بيستعد للاعلان عن عدة مفاجآت على هامش قرعة مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية وبالطبع في ظل وجود الاهلي فاكيد المفاجآت هتخص الاهلي وكل الفرق اللي موجودة فاحنا امام حدث استثنائي وعالمي كبير جدا الفترة اللي جاي طب تعالوا نستعرض مع بعض الفيفا لما حب يبدأ يعمل ليحة منظمة لشكل القرعة توصل لإيه وإحنا قدرنا نتوصل لده ونستعرضه النهاردة معكم على الشاشة لأول مرة ده قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي اللي بيقول فيه سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات عن طريق تصنيف والقرعة ستكون علنية مع الوضع في الاعتبار أن القرعة هتتم بناء على التصنيف والعوامل الرياضية والعوامل الجغرافية وبالفعل الفيفا مبارح نشر الليحة والليحة فيها كل المستندات اللي احنا كنا استعرضناها في حلقة أول أمس يوم الاتنين اللي فات وتكلمنا وقلنا في سياق الحالة طبعا مش عارض خمس ست دايق قلنا على الهواء يعني لكن استعرضنا قلنا عدد اللاعبين المشاركين قد إيه اللي تسجل قايمة بعدد قد إيه وقلنا البطولة سياقها وتنظيمها وبإذن الله الفيفا فعلا بيستعد للإعلان على المفاجأة على هامش القرعة لكل الأندية ولكل الجماهير اللي بأكيد بتنتظر مشاهدة فرقها في هذه البطول النهاردة احنا بنا نفرد بتفاصيل جديدة تم اتخاذها رسميا وهتعلم في الساعات القادمة في الأيام القادمة ولكن احنا دايما بنحاول نسبة بخطوة أو خطوتين إيه هي؟ قلقوا عارفين أن الفترة الاستثنائية لتسجيل الصفقات الجديدة هيكون في الفترة من 1 ل 10 6 في 20 25 ده معلوم للجميع من بدري ولكن طب انت عشان تبعث قايمة مبدئية اللي احنا قلناها قبل كده من 26 لعب لخمسين لعب دي القايمة مبدئية تبعث 26 40 50 بس ما تزيدش عن 50 امتى معاد إرسال القايمة المبدئية؟ الفيفا حدد رسميا 31 مارس عشرين 25 موعد نهائي لإرسال القايمة المبدئية هتبعثها 26 أكين تحور هتبعثها 50 مفيش مشكلة بس القايمة المبدئية توصل للفيفا بتاريخ 31 ثلاثة 25 طب القايمة دي عشان تختصرها هتختصرها تبقى كام؟ او الحد الأدنى 26 اوكي برضو ده مش جديد بس الجديد القايمة دي عشان تبقى نهائية يتم تسجيلها امتى؟ يوم 10 6 يوم 10 6 اذا قايمة الاهلي المبدئية لازم ترسل قبل 31 ثلاثة 25 وعشان تختصرها آخر معاد لاختصارها لـ 26 أو 35 لعب في الرنج ده يعني يوم 10 6 عايز اقول لكم وزا انت شايفين طبعا على الشاشة دي يمكن انفراد لبرنامج التريند بلوايح القيد في كاس العالم للأندية طبعا الناس تقولك من 1 لـ 10 6 معروفة بس النهاردة احنا جايبين لك المعادة الجديد انه 31 مارس هتبعت القايمة المبدئية ويوم 10 6 هتسجل القايمة النهائية وانت شغل في البطولة عايز تسجل لعيب مكان لعيب عاده انتهى ما انت عندك لعيب ممكن عاده انتهى 30 6 طيب الفيفا تدك الحق انك تستبدل في الفترة من 27 6 لـ 27 25 بس اخدوا بقى الحتة اللي جاية دي انتوا عارفين انك ليك الحق انك تستبدل حارس المرمى في القايمة النهائية قبل اي مباراة بـ 48 ساعة في حالة من الاتنين لقدر الله الاصابة الخطيرة او لو لقدر الله في مرض يعني على مدار البطولة في اي وقت ليك الحق انك تستبدل حارس المرمى من الاسامي اللي معاك وتجيب حارس مرمى بديل لي لو لا قدر الله فيه اصابة خطيرة او حالة مرض قبل 48 ساعة من المباراة اذا الاهل بإذن الله على موعد لارسال قايمته المبدئية يوم 31 3 ويختصرها يوم 10 6 وعنده فرصة في اول 10 ايام من شهر 6 يجيب صفقات جديدة عشان يسجله يبقى احنا دلوقتي نستعد في انتقالات يناير نصبط القايمة نجيب اللي احنا عايزينه عشان نبعد قايمة مبدئية اول 10 ايام من 6 اتحاد الكرة يفتح استثناء للاهل ويجيب صفقات ويسجل اخر معاد يوم 10 6 بإذن الله لسه مستمرين في الملف ده لسه عندنا تفاصيل اكتر معاد القرعة قايمين من قبل كده مبدئي 5 12 ولكن تصنيف الاهل هيبقى ازاي توزيع الان ده احنا شرحناه الموضوع الجغرافي الموضوع الرياضي ليلة كبيرة جاية علينا الفترة الجاية بس اكيد فيها اخبار هتبقى مبشرة لكل جماهير النادي الاهل